علاقات قوية وراسخة تلك التي تربط مصر والسعودية انطلاقاً من أنها مبنية على التعاون الاستراتيجي وتنسيق المستمر تجاه القضية التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وتنعكس قوة العلاقة بين القهرة والرياض بتبادل الزيارات بين قادة البلدين بشكل دوري فضلاً عن الزيارات ذات الطابع العسكري والأمني والاقتصادية وهي زيارات تهدف في المقام الأول لتبادل الأرأي وتنسيق المواقف المشتركة وهو ما سهم في الوصول بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة تستثمر مصر والسعودية لغة دبلوماسية رصينة في التعامل في الكثير من القضايا والمواقف باعتبارها أسلوباً مهماً ونجاحاً في معلجة الكثير من قضايا المنطقة سواء في اللقاءات الثنائية أو أمام المحافل والأروقة الدولية أو خلال الاجتماعات المشتركة حيث تتكمل رؤى البلدان باعتبارهم أكبر قوتين عربيتين وإقليميين فاعلتين يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل خدمة القضايا العربية والإقليمية حيث مثل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها بعيداً عن سياسة الاستقطابي أو الاحتواء التي تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التي لديها مصالح وأهداف أو تحاول النفاذ والسيطرة على مقدرات المنطقة فقوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية تحققت بفضل دعم وتوجيه القيادة السياسية للبلدان الشقيقين لتصل العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري فضلاً عن توقيع اتفاقات وبرتوكولات ومذكرات تفاهم بين المؤسسات الحكومية في البلدين هي إذن علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية مميزة تربط البلدين الشقيقين منذ سنوات طويلة ولم تقف عند هذا الحد ولكنها ما زالت تتطور وتزدهر ترجمة نانسي قنقر